كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير شرح اليوم عن الـ Type Monkey قبل أن أبدأ شرح إذا حد أنك تحمل السكريبت سأضع الرابط بالوصف بالنسبة للسكريبت اللي هو Type Monkey سكريبت Type Monkey له فوائد وممكن أنك تستغله وأنك تربح من السكريبت هذا فخلونا نتكلم عن الفوائد فوائد السكريبت أنه يعطي الجملة شكل أو تأثير أو حركة تلقائية من البرنامج نفسه أو من السكريبت نفسه معظم الشركات أو مقاطع الأغاني تستخدم السكريبت هذا طبعا بإتقان إذا أتقنت السكريبت هذا راح تفهمه زين ففي أفراد تستخدم السكريبت هذا وتضيف عليها اللي هو الأشكال والصور وتقدمه للشركة والشركة هذه تعطيه المبلغ مالي تقريبا 500 ريال 400 ريال على حسب الشغل اللي هو سواه إذا سواه بإتقان أو يعرف يتقن الشيء هذا راح يكسب من وراء هذا بالنسبة للربح أيضا من ناحية الربح من طريق مواقع اللي هو المشاريع مثل موقع خمسات موقع الفيفر المعروف الأجنبي فراح تكسب من الشيء هذا راح تكسب كثير كثير من السكريبت السكريبت طيب خلونا نبدأ وشين نسوي كومبزيشن اوكي بعد كذا نسوي سولايد نوضع الوكي بعد ما تثبت اللي هو تضغط على ويندو تيجي من هنا تايب مونكي طيب أول خطوة يا شباب لازم تتأكد اللي هو الخط مناسب للغة الإنجليزية بالنسبة للغة العربية راح أشرحها إن شاء الله قريب اوكي خلونا نأكتب اللي هو طيب عندنا للدو راح أشرح اللي هو الأشياء المهمة الدو هو إنك بعد ما تخلص كل شي من هنا وحابنك تشوف العرض تضغط على دو بالنسبة للاندو إذا ما عجبك الشكل أو كتبت شي بالغلط تضغط على الاندو لازم تخلي الصفحة هذه شغالة تمام فإذا أنت جيت عدلت من هنا اللي هو الليرز عدلت من هنا فيها ممكن راح تخرب عليك الشغل ممكن ما يطلع الشكل شوي غبي فأنا أنا أفضل انك تعدل علي من هنا طيب خلونا نشوف عندنا اللي هو الماركرز الماركرز التايمس بين التايمس بين اللي هو الوقت الفراغات المسافات اللي تكون بين الولكم تو ماي شانل يعني الولكم تكون المدة زمنية طويلة أو قصيرة تمام فهنا يحدث لك الوركيريا عندك عندك بعد الكمبجانيشن تمام بالنسبة المونكي كام عندنا هنا الموفمينت الموفمينت اللي هي أيضا الحركة مثلا سموث ستوب اند اند غو يعني الإقاف بشكل حاد من ثم الانطلاق برضو هنا سموث لنير ستوب اند غو يعني فهذه الاشياء اللي هو الفريم مو التكست يعني للحركة تمام خلونا نشوف اللي هو الفوند سايز الفوند سايز عندنا الراندم ما نصح كأنك تحط عند الكونست لان راح تعطيك الحجم الكتاب عشوائي أو شيزا كذا فخلوها اللي هو راندم لو حاب المينمم 32 المينمم يكون الخط كبداية 32 بعدين يتدرج 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 إلى 220 تمام سبيسنج معروف سبيسنج هي المسافة اللي سكون بين الجمل أو الجملة معلش نشوف الكلر الكلر هذي الألوان فلو اخترت من هنا الألوان أوكي أوكي طيب أوكي عندنا 2 4 2 4 تمام هذي 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 بنسبة للألوان تايب اناميشن هو الخط الكتابة هذا اللي يتحكم بالحركة الكتابة أما المونكي كام هو اللي يتحكم بالحركة اللي تصير بالكام يعني الكاميرا حركة الكاميرا تمام أما طريقة الكتابة أو حركة الكتابة تجي من هنا مثل اللي هو سلايد لفت يعني تجي من اليسار زي كذا سلايد داون تجي من الأسفل كذا فهذه بالنسبة للحركة الكتابة تمام فلازم تركز على الشيء هذا لأنه فيه فرق بين المونكي كام وال تايب الانيميشن فالسبيت اللي هو حركة الكتابة برضو عندنا ميديوم سلو سلو يعني سريع وسط بطيء أبطل من البطيء تمام الموشن بلور هو المعروف البلور يكون اللي هو التموية أوكي فخلونا نحط البلور مو مشكلة طيب بعد ما خلصنا نشتغل هذا نضغط على دو نبدأ نحين زي ما تشايفين البلور كيف خلونا نشوف أجين أوكي ففي اللي هو بلور يكون خفيف تمام تمام أوكي فلو حطيت اللي هو السلوث راح تراحض اللي هو البلور تمام فبالنسبة للستائد تخليها راندومز لأن راندومز راح ياخذ اللي هو الأشكال تلقائي مثلا راح ياخذ أربع أشكال مثلا